موسيقى لصد الألحان هذه وقع حاك بسحره قصة المكان وتفاصيل التاريخ القديم فما عادت اليوم صخور البتراء عجيبة من عجائب الدنيا السبع فقط بل كانت بكل ما فيها مصدر إلهام للعازف الإيطالي لوكا أكينو الذي قام بتلحين معزفات موسيقية استوحاها من ارتداد الصوت بين الصخور موسيقى فعزفت الطبيعة لحنا في مشهد فني وتاريخي برعاية إرث عربي نبطي هو البتراء الموسيقى مهمة جدا في إيصال رسالة السلام والمحبة وقد أتيت إلى هنا قبل ثلاث سنوات ووجدت مكانا رائعا ومناسبا للتسجيل بين هذه الصخور معتمدا على صدى الصوت الطبيعي نحن نريد بالذات أن نقول للعالم أننا أمنا نقدر ونحترم قيمة الموسيقى وندرك أهميتها نريد أن نرسل رسالة للعالم بأننا شعب يعرف الحياة ويحب الحياة ويؤمن بالثقافة وبالفن وبالأدب تجربة فنية فريدة في ألبوم البتراء بتقنية صدى الصوت الطبيعي بين صخور المدينة الوردية في موسيقى الجاز ليذهب الجمهور مع كل لحن إلى جديد الفن تارة وإلى تاريخ المكان القديم تارة أخرى أعتقد أنه من المهم أن تعزف الموسيقى بهذه الطريقة لنتذكر عزف الموسيقى القديمة التي تعتمد على عناصر الطبيعة لصوت العصفير والرياح وغيرها قياب شمس البتراء أضفى بريقا على تفاصيل المكان الذي انبعثت من كل زواياه موسيقى الجاز وسط حضور عربي وأجنبي جمعه الفن بلغة خير من نطق فيها اليوم حجارة قديمة تركها الأنباط شاهدة على حضارة الشعوب في القدم من مدينة البتراء عماد العضايلة العربية